لماذا أشتغل كثيرا وأفع كتب كثيرة في نيتشات مختلفة لكن لا أحقق أي مبيعات أو أحقق مبيعات قليلة جدا اليوم إن شاء الله سأجيبكم عن هذا السؤال وسأريكم الحل إن شاء الله لتحقيق مبيعات أكثر لكن قبل هذا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركاته مع الأصدقاء المهتمين بالمجال والاشتراك في القناة ليصلك جديدنا أول بأول إذن على بركة الله سواء كنت حديث العهد بمجال أمازون كدبي أو كنت قديم فلابد أنك واجهت هذا المشكل في البدايات ساعة عمل كثيرة رفع كتب كثيرة الاشتغال على نيتشات كثيرة وفي الأخير النتيجة غير مرضية إما مبيعات قليلة أو مبيعات منعدمة لذلك أخي أختي قبل أن نتطرق إلى أهم الأسباب التي تؤثر على مبيعاتنا سأركز لكم على نقطتين فالكل سوف يمر من هذه اللحظة وهنا مربط الفرس إما الاستمرارية وتطوير النفس بتعلم مهارات جديدة تساعدكم على تجاوز هذه النقطة أو الوقوف ومحاولة إيجاد أعضار واهية والنتجة التوقف عن نشر الكتب وخيبة أمل في هذا المجال إذن إخواني وكنصيحة أولى مني لكم ركزوا أولا على الاستمرارية الصبر ثم السعي وراء هدف لأن العديد من الأصدقاء يشتغلون بدون هدف وبدون حوافز وهذا أكبر خطأ قد يقع فيه البعض منا ولتجنب هذا الخطأ قموا بوضع خطة قريبة المدى مثلا تحقيق مبيعة في الأسبوع وبعدها مبيعة في اليوم وبعدها مبيعات كل يوم ثم خطة بعيدة المدى بتحقيق مبلغ محترم في السنة وعند وصولك لأي هدف من هذه الهدف حاول أن تمنح لنفسك هدية كتحفيز ودعم وصدقني فهذه الخطة ستفرق معك كثيرا إذن سنلتقل إلى الشرح التطبيقي إذن الآن سوف نتطرق إلى أهم المشاكل التي تجعل كتبي لا تباع سوف أقوم بالمرور عليها بإيجاز حتى لا أطيل الفيديو ولكوني كذلك قمت بشرحها سابقا في فيديوهات أخرى في القناة لمن يريد الإطلاع عليها ما علي سوى الدخول إلى القناة ثم اختيار قائمة أمازون كينل سوف تجدون 93 فيديو فيه جميع الأجوبة عن تساؤلاتكم أو المشاكل التي ستواجهنا في هذا المجال إذن إخواني أول شيء قبل الاشتغال في أي كتاب يجب عليكم التركيز على النيتش فهذا النيتش يجب أن يتحقق فيه شرطين أساسيين هو منافسة قليلة وعليه طلب كبير ثم نلتقل إلى الخطوة الثانية وهي الأهم كذلك وهي محاولة تصميم غلاف جميل ومتير للانتباه وبدون أخطاء وكذلك في القناة قمنا بالعديد من الشروحات إلى طريقة إنشاء هذا الغلاف وكذلك المحتوى الداخلي لكتاب امتلاقا من كانفا، بوور بواند، فوتوشوب وكذلك إلستراتور ما عليكم سوى الرجوع إلى القناة والاستفادة من تلك الدروس ثم بعدها إخواني بعد تصميمنا لغلاف جيد ومحتوى جيد فما يتير المشتري هو العنوان يجب أن يكون هذا العنوان صحيح وليس فيه أي أخطاء ثم به كلمات قوية جدا حيث أن المشتري عند كتابته لأي كلمة في البحث يجب أن يكون هذا الكتاب الخاص بي متصدر لالنتائج حتى يظهر للعديد من المشتري والآن سأريكم طريقتي في إنشاء العنوان وكذلك الوصف والكلمات المفتاحية لكل كتاب خاص بي فمثلا أنا قمت بالاشغال على Coloring Book for Kids Ages 2-4 أقوم بالنزول ثم أبحث عن الكتب التي تتصدر هذه الصبح الأولى لكن ليست عليها حملات إعلانية وبالتالي أتأكد من أن فعلا الكتب قوية لا تحتاج إلى أي حملة إعلانية فسأختار مثلا هذا الكتاب الأول ثم بعدها هذا الثاني وبعدها هذا الثالث حتى أكمل عشرة كتب ثم هنا الخطوة الأهم أقوم بنسخ هذا العنوان الخاص بهذا الكتاب ثم أقوم بفتح نافدة هنا في الورد ثم أقوم بنسخ العنوان الأول أعود إلى الكتاب الثاني كذلك أقوم بنسخ العنوان الخاص به وكذلك الكتاب الثالث أقوم بنسخه كذلك هنا والآن هنا مثلا أنا كما قلت سابقا هذا هو النيتش الذي سأشتغل عليه بمعنى أنه هو العنوان الرئيسي لكتابي أقوم بوضعه ثم نقطتان ثم بعدها أقوم بجلب أقوى الكلمات المفتاحية في هذه الكتب العشرة التي قمت بترتيبها هنا وذلك باختيار كلمات مفتاحية جميلة تعطي لكتابي وصف جيد وكذلك بعض الخصائص المميزة له بمعنى أن المشتري عند قراءته للعنوان يعلم أن هذا الكتاب به هذه الخصائص دون الحاجة إلى الدخول إليه فمثلا لاحظوا هذا الكتاب عند قراءتي للعنوان أحلم بأنه خاص بالأرقام كذلك بالحروف وبعض الأنشطة الخاصة بالأطفال أقوم بوضع مثلا هذه الجملة الأولى أقوم بنسخها وأأتي هنا وأقوم بنسخها إن كان كتابي يحتوي على أرقام أتركه الأرقام وكذلك الحروف أتركه الحروف أما إن كان لا يحتوي على أشياء أخرى أقوم بإزالة هذه الأشكال مثلا ثم بعدها أقوم بإضافة بعض الكلمات الأخرى مثلا أحاول أن أخذها من هذا الكتاب أو من الكتاب الثاني فمثلا إن كان كتابي خاص بالكلورين بوك أقوم بنسخ هذه الجملة بالكامل ثم أقوم بلسخها هنا وهنا أختار مثلا عدد الصفحات أو عدد الصور التي قمت برفعها في كتابي والتي سيقوم الطفل بتلوينها مثلا أنا ستون صفحة أقوم بالتعديل عليها كذا أترك البقية بهذا الشكل لماذا قمت باختيار هذه الكلمات انطلاقا من هذه الكتب التي قمت برفعها هنا لأن هذه الكتب هي التي أخذت المراتب الأولى في الصفحة الأولى وبالتالي فهي كلمة مفتاحية جيدة جدا إن قمت باستعمالها في كتابي فكتابي كذلك سيظهر في الصفحات الأولى إذن هذا بالنسبة لعنوان الرئيسي والعنوان التانوي الآهم نقوم بالنزول هنا لدينا الوصف الوصف كذلك سأقوم باتباع هذه الكتب التي قام أصحابها بوضع وصف جميل لها كما تشاهدون الآن وأقوم بأخذ بعض الكلمات منها جمل مثلا وأقوم بوضعها في كتابي لكن لا تقوم بنسخ الوصف بالكامل هكذا دائما حاولوا أخذ جملة من وصف الكتاب الأول وجملة من الوصف الكتاب الثاني المهم يجب على الوصف أن يكون مطابق للكتاب الذي قمت بإنشائه إذن الآن بعد الانتهاء من الوصف تأتي النقطة التي فيها جدال كبير وهي الكيوات وحتى لا أجعل هذه الكلمات المفتاحية معقدة فطريقة أنا في إنشاء هذه الكلمات المفتاحية أعتمد على تفكير المشتري فما هي الكلمات التي سيقوم المشتري بوضعها في محرك أمازون ليبحث عن كتاب وفي نفس الوقت هذه الكلمات يجب أن تكون مركزة ودقيقة ولا أخفيكم سرا فأنا دائما أقوم بأخذها كذلك من هذه الكتب التي تحتل المراتبة الأولى في صفحات البحث فمثلا هذه كلمة مفتاحية جميلة أقوم بوضعها في الخنان الأولى إذن هذه الكلمة لا بد أن هناك مشتريين سيقومون بكتابتها عند بحثهم على كتب الأنشطة الخاصة بالأطفال أقوم كذلك بالعودة هنا أقوم كذلك بنسخ هذه الجملة وأقوم بلسقها كذلك هنا المهم يجب أن أقوم بنسخ الكلمات التي تبدو كجمل مفيدة وكجمل يمكن للمشتري أن يضعها للبحث عن أي كتاب وأتم هذه الخانات لكن بالنسبة للخانة الأخيرة فأنا أعتمد على الكلمة المفتاحية الصغيرة كما تشاهدون هنا أقوم بنسخها دائما من هنا وأقوم بلسقها في الخانة الأخيرة بهذا الشكل إذن هذه هي طريقة في إنشاء كذلك الكلمات المفتاحية إذن إخواني كان هذا خلاص لدرس اليوم إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على إعجاب ومشاركته مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كانت أخي أختي هذه هي أول زرارك القناة فلا تنسى الاشتراك وتكهين الجرس ليصلك جديدنا أول بأول